وكنا مشاهدين قد طلبنا منكم أن ترسلوا لنا أسئلتكم حول المخاوف من فيروس كورونا ودعونا نستعرض بعض الأسئلة التي بالفعل طرحها متابعوا قناة الحدث على مواقع التواصل الاجتماعي ونناقش استفساراتهم هذا حول لقاحات كورونا والمخاوف المتعلقة بها دائما مع ضيفنا الدكتور علي فطوم ضيفنا من مشكن دكتور علي مصال خير أهلا فيك معنا دايما بحدث اليوم وعلى شاشة الحدث يعني برح أبدأ بالسؤال الذي تكرر كثيرا كثير من المتابعين كانوا يسألون حول الأثار الجانبية لهذا اللقاح يعني وهنا نشير إلى أحمد قبل أن نذهب إلى المرأة الحامل أشير إلى أنه كثير من المتابعين ما بينهم هاشم عثمان محمد عبد الوهاب النائب أحمد أبو نوادر مجهد جعفر وسناء عثمان وكثير منهم بدأوا بالسؤال الأساسي دكتور علي الأثار الجانبية ما هي هذه الأثار؟ نعم شكرا على الاستضافة والتحياتي لجميع المشاهدين الأعراض الجانبية تختلف من لقاح إلى آخر ولكن إذا أخذنا اللقاحين الذين رخصوا خلال الأسبوعين الأخيرين وهي لقاح فايزر ولقاح ماديرنا وننظر إلى الأعراض الجانبية العراض الجانبية كانت كأي لقاح نأخذه وهو كان هناك الوجع في مكان الحقن كان هناك عند بعض الناس بعض الحرارة إلى درجة معينة بعد الحقنة الأولى كانت الأعراض خفيفة جدا بعد الحقنة الثانية كانت أعراض أقصى شوي ولكن تبقى أيضا في حدود ما نعرفه من اللقاحات الأخيرة نأخذها بشكل عالي كالسعال الديكي وغيره من اللقاحات إذن خلال الفترة هذه من حوالي 44 ألف فايزر 30 ألف شخص في ماديرنا كانت النتائج أو الأعراض الجانبية خفيفة إلى متوسطة وتختفي خلال يوم أو يومين بعد أخذ الحقنة لم يكن هناك كثير من حالات الحمى أو حالات الوهن هذه كل حالات مرتبطة بالردة المناعية للجسم لأي لقاح دكتور علي أنا هون بديدف سؤال يعني الأعراض الجانبية هي تظهر مباشرة فور طلق اللقاح يعني مفروض أن نقيص خلال أول يومين أو ثلاثة أيام بكل مرحلة ولا يمكن أن نتحدث عن أعراض جانبية بعد أشهر من أخذ اللقاح صح؟ نعم بالأساس تظهر هذه الأعراض الجانبية خلال يومين ثلاثة بالأول مباشرة بعد الحقن وأيضا خلال وتختفي خلال أسبوع أو أسبوعين نهائيا لأن هناك أعراض نادرة جدا في الجمهور الواسع لأن تبدأ بتلقيح أو تطعيم من عشرات الملايين قد يكون هنا وهناك حالة معينة للسؤال التي قد يأصل وهل هي حالة سببية أو حالة ظرفية لا نعرف بالضبط ولكن طبعا هناك طلب من الشركات المختلفة الموديرنا ومن فايزر أن يتابعوا جميع من يحصل على هذا اللقاح لمدة سنتين الدراسة السريرية مستمرة لمدة سنتين إذا سنحصل على نتائج الإمكانية أن يظهر لدينا شيء خاص ونادر خلال هذه الفترة هي ضئيلة جدا وتعتبر نادرة وغير غير يعني لا يمكن نتعامل معها بطريقة جدية دعنا نذهب إلى سؤال آخر على صفحة قناة الحدث في موقع فيسبوك أحمد عمار يسأل عن المرأة الحامل وعن الأشخاص الذين أصيبوا بكورونا وشفوا من هذا الفيروس هل في مخاطر لو أخذوا تطعيم لنبدأ بالمرأة الحامل دكتور علي بالمثل من أن النساء الحوامل لم يدخلوا في الدراسة السريرية الثالثة وبالتالي لا يمكن أن يكون اللقاح قابل لإعطائهم للنساء الحوامل هناك أساس من استثني من الدراسة السريرية الثالثة لا يستطيع أن يكون من مستعملي هذا اللقاح ولذلك يجب على الشركات المختلفة والمؤسسات المختلفة أن تقوم بدراسة خاصة في النساء الحوامل حتى نعرف مدى التحملهم مدى ردة الفعل المناعي وأيضا إذا كان هناك تأثير على الجنين وبالتالي دراسة ستقوم بها هذه الشركات خلال الأشهر القادمة إذا كان اللقاح سليما ويعطي النتائج الجيدة في هذه الفئة من الناس طبعا سيكون هناك عودة إلى الـ FDA أو المؤسسات الصحية لكي يرخص من أجل هذه الفئة من ناحية الناس الذين يشفوا حتى الآن لدينا أكثر من 60 مليون شخص في العالم الذين أصيبوا بهذا المرض وإذا نظرنا إلى هؤلاء لنرى كم من هؤلاء أصيبوا للمرة الثانية نجد أن العدد لا يتجاوز المئات وبالتالي إذا الشخص الذي تعافى من المرض أصيب بالمرض وتعافى هناك إمكانية جيدة جدا أن يكون قد تعافى وهذا الشخص أيضا لا يحمل الفيروس في داخل أنفه يعني أفضل نوع من المناعة هي تلك المناعة التي نأخذها بعد أن يحصل لدينا عملية المرض إذن العودة إلى إصابة المرض مرة الثانية ضئيلة جدا ومعدومة وبالتالي بالنسبة إذا فرضنا شخص لديه مناعة وذهب وأخذ اللقاح الجسم لديه الإمكانية أن يراقب ما يحصل في داخله وبالتالي إذا كانت لدينا مناعة قائمة وأتى إلينا لقاح معين أو تطعيم معين هذه المناعة تقضي على هذا التطعيم ولا تعتبر كأنه لم يكن إذن لا يوجد هناك ثقوف معينة في داخل الجهاز المناعي التي تمنع مثل هذه الحوادث أو تمنع أي نوع من عدم المراقبة بس كم شهر مفروض يكون لدى المتعافي مناعة يعني هذا سؤال بهمني أنا شخصيا لأنه أنا أصبت وتعفيت أيضا سلامتك عليه السلام بالنسبة لحد الآن لا نعرف ما نعرفه لو كانت نحن بدأت الجائحة بشهر أربعة لو كانت نفرض أنه ثلاثة شهر أو أربعة شهر أو خمسة شهر كنا لازم نشوف حالات جديدة في هذه المجموعة المعينة كنا لازم نشوف أكتر وأكتر في شهر تمانية تسعة عشرة لم يحصل ذلك بمعنى أن هذه المناعة التي اكتسبت نتيجة للإصابة في حال تكونت مناعة جيدة قد تكون لفترة طويلة هل ستكون لأكتر من سنة لا نعرف لدينا بعض الأمور بالنسبة لهذا المرض وهذه الإصابة كثير من الشهر لا نعلمها وبالتالي نحن نتعلم نستطيع أن نستنتج بما يحصل صحيح لننتقل أيضا إلى سؤال آخر صلاح دين أبو عيد على صفحة الحدث السوداني على فيسبوك سأل في حال سوء تخزين اللقاح ما هي الأثار المترتبة بحال تناوله إذا كان السوء هذه معناها غير صالح للاستعمال بالنسبة للمركبات المختلفة المركبات المختلفة قد يجوز أن مثلا ميسنجر آرانير اللي هو من منديرنا ومن فايزر قد يتحلل بمعنى يتكسر إذا تكسر لن يكون لديه الإمكانية لكي يعطينا مناعة بالتالي نصبح وإن حقنا أنفسنا في لا دواء أو لا يعني بس لا يؤذي أيضا ليس هناك أذية إلا في حالة أن عدم التخزين أدى إلى نوع من كونتامينيشن نوع من تلوث لذلك هذا النوع من هذا الممكن يكون مضر لكن حتى الآن نتحدث عن بالنسبة للتخزين بالنسبة للتخزين هو قائم لا يوجد أي مشكلة إلا في هذه الحالة وهي حالة ضئيلة جدا أمكانيتها نسبة ضئيلة جدا لنذهب إلى صفحة الحدث التونسي حيث يسأل المشو ما هي نسبة الرصاص في هذا اللقاح في رصاص باللقاح دكتور؟ لا الرصاص والأرجنتم اللي كان بالأول بالنسبة لك كان يعطى أو يضع في داخل اللقاحات كنوع من المحافظة على هذا اللقاح زي مثل بحطه بالأغذية بحطه نوع من البرزيرفاتيبز هذا كان موجود زمان فعندما خلال أعتقد من سنوات التسعين الاف دي قررت أنه لا يجب أن يكون اللقاح استيرل يعني نقي مئة بالمئة وبالتالي لا يوجد استعمال لهذه لهذه النوع من البرزيرفاتيبز وأيضاً لقد خلصنا من الأنبوبة أو اللي فيها عشرة وخمسة عشر حقني لحتى لا نعود ونفتحه وندخل مرة أخرى في الإبري إلى داخل اللقاح وهناك فقط لقاح لواحد أو اثنين فقط وليس أكثر وبالتالي إبطانية أنه يكون في عنا نوع من الكونتامينياشن الضئيل جداً نذهب أيضاً إلى سؤال آخر على فيسبوك طرحة عزة الموريتانية السؤال هل صحيح أن اللقاح الجديد فايزر تحديداً يسبب السمنة وزيادة الوزن للمريض مع شفائه من كورونا؟ دكتور علي بليز قول لا لا يعني فيه أشياء اللي طبعاً ممكن تحصل يعني ممكن واحد يطيب من الكورونا ويزيد له أكم من كيلو بس بصورة عاملة لا علاقة بين الاثنين ممكن أن الشهية تزداد لأنه في خلال الإصابة كانت الشهية معدومة وعدم الحس بالطعم عدم وهي أحدى ظواهر الإصابة بالكورونا أنه الوحد يفقد الشم والذوق وبالتالي ممكن أن يحصل ذلك ولكن لا علاقة لا للكورونا ولا للقاح في ذلك نذهب إلى السودان رضوان عاطف من هناك طرح عدداً من الأسئلة نبدأ بسلبيات وإيجابيات اللقاح هذا سؤال طويل بالنسبة للسلبيات السلبيات حكينا عن هذه قضية العراض الجانبية وإلى آخر وهذه طبعاً واردي بالنسبة لهمية اللقاح همية اللقاح نتمنع المرض بمعنى أنها هي للوقاية يعني نعطي اللقاحات أو التطعيمات نعطيها للإنسان الصحيح بحيث أنه في حال تعرض لحالة مرضية أو لمسبب المرض فهو لن يمرض إذن الأهمية الأساسية بالنسبة للوقاح هي المنع والوقاية من الإصابة ولذلك هذا هو الأهم بالنسبة لنا وابتلنا لا نمرض لا نأخذ الأمراض ولا نعدي أو نعدى بالنسبة للإصابات في الأمراض المختلفة طيب هو ترى عدة أسئلة بعتقد كثير منها تم الإجابة عنها ولكن بموضوعها إذا ما كان هناك تأثير لأصحاب الأمراض المزمنة والوراثية وهنا أيضا نسأل عن من لديهم أمراض أو حساسية معينة هل اللقاح يؤثر على هؤلاء؟ نعم كان هناك بعض الناس مع حساسيات مختلفة ولذلك لما نظرنا إلى السلامة وأيضا إلى النجاعة بالنسبة لهؤلاء الفرقتين كانت نسبة الناس اللي عندهم حساسية في اللقاح كانت 6% نعم 6 في الألف وبالنسبة للآخرين اللي أخذوا الرقابة أو اللا لقاح نعم كان عندهم نسبة 5% إذن لا يوجد هناك ولم يكن هناك عوارج شديدة الذي حصل هو عندما خرجنا إلى الجمهور ودأنا بالتطعيم كان هناك بعض الناس لديهم تاريخ وخلفية لحساسيات قاسية وبالتالي حصل ما حصل في الحالتين الذين حدثوا في بريطانيا والحادثة التي حدثت في ألاسكا ولذلك كان التوصية كانت هي ليست أن نستثني هؤلاء وإنما في حال كون الشخص لديه حساسية فيجب إعطاءه اللقاح تحت نظر الطبيب حتى يتدخل الطبيب في حالة أن الحساسية ظهرت إذن القضية ليست نهائية وإنما هناك إمكانية للتعامل مع الظرف الخاص لبعض هؤلاء الذين لديهم هذه الخاصية الصحية نذهب إلى صفحة الحدث العراقي أمير أمير قال أو سأل هل المصاب المشفي من كورونا يأخذ اللقاح هذا أجبت عنه دكتور نذهب كذلك إلى سؤال على تويتر المغرد أبو محمد الخريف ما صحة ما يدور حول عدم ضمان شركات التصنيع ما ينتج عن التطعيم من أضرار يعني هل هذا مضمون مش مضمون هل تتحمل هي المسئولية هذه الشركات أصلا نعم هذا سؤال حساس جدا يعني اللي هو طلبت هذه الشركات من الحكومات المختلفة أن تعفيها من أي نوع من الضرر إذا ما حصل هذا الضرر نعم إذن هذا الشيء موجود وهذا قضية هي قضية بالأساس قضية أخلاقية واقتصادية بالنسبة للشركات لأنه إذا كل الشركات هذه مصالح معينة وبالتالي لا تستطيع أن تخاطر إذن أنت الحكومات أخذت هذه وأعفت الشركات في بعض البنديرنا وفايزر على ما أعتقدهم تنتهي أنه لا يمكن أنه لا يستطيع أحد أن يقاضي هؤلاء نتيجة لحال مرضي معينة اللي ممكن تكون لإثبات هذه القضايا أنها مرتبطة سببيا باللقاح هذه قضية كما أن مهمة وقضية جدا طيب لكن دلتال علي بنعم أو لا هل في أمونيوم باللقاح؟ السؤال كذلك المغرر الأمونيوم نوع من أنواع البركبات الكيموية موجودة في كثير محلات ولكن حتى بالنسبة ل موديرنا وفايزر حتى السوائل الموجودة فيها لا يوجد فيها أمونيا بشكل خاص ولكن الأمونيا هي ممكن نعملها سائل نعطيه لأمراض نعطيه لأدوية يعني موجودة كعلاج لقاحات وأدوية مختلفة حتى نلحق أيضا سؤال أخير من السودان يسأل هل الإنسان المصاب بأكزيمة وربو غير مسموح له أن يأخذ هذا اللقاح؟ باختصار بدقيق لا يوجد أي سبب أنه ما يأخذ هذا اللقاح لأنه اللقاح كان فيه ناس مع أمراض مزمني وبالتالي إذا نرجع وطبعا هنا العودة إلى الطبيب المداوي شيء مهم أن يقرر الطبيب وأن يعرف هذا الطبيب ما حصل في الدراسات وأن يستشير ولكن بصورة عامة وكثير من الناس الذين كانوا في هذه الدراسة لديهم هذه الأمراض ومن بينها الربو ومن بينها السكري ومن بينها ضغط الدم وأمراض قلبية وغيره إذن المجموعة السكانية الـ 30 أربعين ألف والـ 30 ألف بهذول الدراسة نحن نعرف تفاصيل التفاصيل عنهم لم يكن هناك مشكلة بالنسبة لنوعية الخلفية المرضية للناس اللي شاركوا وكانت نسبة النجاعة والسلامة متشابهة مع الناس السليمين والشباب والفئة العمرية الشابة طيب أيضا يبدو أنه فينا ناخد سؤال كذلك ننتقل إليها الآن إذن صلاح الدين دهمش يسأل ما تأثير لقاح فيروس كورونا على حمض الـ DNA؟ هذا سؤال مهم بدأنا ندخل بالتفاصيل والتفاصيل الآن نعم بالنسبة للمسنجر رأيك من اسمه أنه هو رسول رسول يحمل معلومة يذهب بها إلى السيتو بلاس خارج النواة الخلية الـ DNA موجود في داخل الخلية ولذلك نعطيه نحن للمسنجر رأيك لا يذهب إلى النواة ويبقى في خارج النواة نسميها نعم وهناك الرسالة توصل عندما وصلت الرسالة وترجمت هذه الرسالة الرسول يقتل أو يقضى عليه ويحلل وبالتالي ينتهي من الوجود إذا لا علاقة ولا ارتباط ما بين المسنجر رأيك الذي نعطيه كلقاح وبين الـ DNA وهؤلاء جزئين مختلفين جدا ولا علاقة بين الاثنين بداخل الخلية وذلك إمكانية أن يؤثر المسنجر رأيك على النواة وعلى الـ DNA هو صفر 100% إلى الحدث التونسي صفحة الحدث التونسي لدينا شيرين تسأل هل هذا اللقاح يستخدم مرة واحدة على جرعتين أم يستخدم مرة كل عام مثل لقاح الإنفلوانزا هذا كمان سؤال كتير منيح لحتى الآن نحن نعطي الجرعتين الأوائل وهناك الدراسات مستمرة لنعرف مدى الانحدار في كمية المناعة خلال الأشهر الأشهر الستة الأولى والسنة الأولى والسنة الثانية وطبعا سنرى النجاعة إذا المناعة انخفضت ستظر النجاعة أيضا ستتخفض وبالتالي في مرحلة معينة ممكن أن نعرف هل نريد أن نعطي محفز أو حقنة محفزة بعد ستة أشهر أو بعد سنة النقطة الأخرى أنه هل هذا الفيروس سيكون موسميا كالإنفلوانزا أم أنه سيكون معنا خلال السنة وبالتالي هنا بناء على هذه المعطيات التي أو النتائج التي سنحصل عليها سيكون هناك قرار كيف يمكن أن نتعامل مع الحقن المحفزة وإمتى ومتى وأين وإلى آخر ستكون هذه القضايا ستحل مستقبلا دكتور علي أنا أبدأ شكرك جزيل الشكر على الإجابة على كل هذه الأسئلة التي نقلها لنا متابعون الدكتور علي فاطوم الأساد في جامعة ميشيغن والبحث في علوم الأمصال البكتيرية والفيروسية